السلام عليكم الرحمن الرحيم اليوم نقفل الهيماتولوجي انا اخذنا النيفرولوجي كله والهيماتولوجي خدنا في الانيميا والمراجيك بلندس أوردرز اليوم نقفل اللوكيميز طبعا الممارس العام والمخريج الكتيد لا يمكن حيعالج حتى لوكيميز تبقى جريمة لو حط ايده فيها والمخريج الكتيد هو حيبعت الواحد يقدر يعالج لوكيميز لكن عار عليه لو ما شخصهش فاحنا الاساس في المحاضرات دي للطلبة وللخريجين الجداد انه ما تفدش منه حالة لوكيميا لم تبقى كتيرا المحاضرة طويلة شوية بس انت تستحملوها معايا ان شاء الله عشان نبخلصها الهيماتولوجي والسيستم الجاي ان شاء الله هو من اجمل كارديولوجي كارديولوجي مش هناخده على القاعد هناخده على الواقف على التخته يعني هو ما انتخدش على القاعد كارديولوجي طويل بس ان شاء الله نقدر نعطي كله ان شاء الله ايه الديفينيشن ايه الديفينيشن ايه الديفينيشن طبعا دلوقتي ما بقتش كلمة بات بروغنوزز تتحط قوي لان في حالات اكيوت لوكيميا بتخف تماما لكن هو ده الديفينيشن قوي عيش الله ده التعريف التقسيمة التقسيمة دي بقى هي لبتلخبط الناس كلها ليه؟ هو طالع من سنة تالتة ومن سنة ربعة ومن سنة خمسة ومن سنة خمسة وبقري كله ان في حاجة اسمها عنده أكيوت سيستايتس وقلبة بقيت كورونكس لأ احنا الأكيوت وكرونك هنا مش كده ده مرض وده مرض في حاجة اسمها أكيوت لوكيميا وفي حاجة اسمها كورونك لوكيميا واضح طب توقف لي ايه هو الكورونك مش ممكن يجيله فيزي بقى أكيوت حقول لك اه الحلوف هيقول عليه ايه اكيوت انطوب كورونك كالحلوف لا ما اسمها ايش كده خالص اسمها بلاستيكرايسيس لوحد كورونك وجاله فيز بقيت زي الاكيوت لوكيميا بقى اسمه عنده بلاستيكرايسيس هو ده يبقى عندنا نوعين للوكيميا اكيوت وكرونك خلصوا طيب الاكيوت انواحها ايه نوعها يعتمد على نوع سل طلعة منه اذا انا لا يمكن ايه كلينيكيا اشخص اكيوت لوكيميا بنوح لا يمكن لان كلينيك البيكشر بتاعت الاكيوت لوكيميا كلهم زي بعض كلهم هو ده اكيوت لوكيميا طب اكيوت ايه تقول لي بقى المعمل اللي حيقول لك عشان كده الاقسام الهيماطولجي اللي في الحكاة المحترمة دكتورين دكتور باطني ودكتور معمل لازم يوقف جنبه يبقى عندنا الاكيوت لوكيميا تقسمها تعتمد على سل اف ارجن عشان كده طيب من مولو بلاست تبقى منو بلاست كلوكيميا طالع من ليم ف ولاست تبقى ليم ف ولاست كلوكيميا طالع من ميلو بلست تبقى ميلو بلست Scient improve بس بقى سهله جد فنوع الليو كيميا المعمل اللي حيقوله nächه قبل ما نخش في الانستيجيشان هل التفرقة معمليا سهلة الاجابة لا خلايا كلها شبه بعضها المونو بلاست شبه الميلو بلاست شبه اللينفو بلاست لكن هناك طرق كثيرة للتفرقة حاجة مجر في الاندستيجيشن حوالي يبقى أكيوت وكرونك الأكيوت كازانو أنواحها تعتمد على الخلية اللي طلعت منها كل الحالات الأكيوت لوكيميا تشخص كأكيوت لوكيميا ما تشخص نوع لوكيميا أبداً إكلينيكية إن واحد جالي لعيادة أو ده أكيوت لوكيميا قلنا عار إن إحنا تفوت منك حالة ليه لإن الديفرينشاير نوزس كبير شوي طيب ما تشخص كلاكيوت لوكيميا؟ أولاً她是Acute Onset فعلاً يعني الولد كان يلعب يوم الخميس في النادي مع أصحابه يوم السبت مش قادرة يتحرك Very Acute نعمل لا 2 Young Age Acute leukemia بتاعت سن صغير 15-17 طبعاً ممكن تجيبه أي حده لكن ده القدم تمام؟ يبقى حكتين الثالثة انفكشن وانفلتراشن انفكشن وانفلتراشن انفكشن سورثروت لمونيا سيستايتس انفكشن في السايت اوف بانكشور ونيدر لما يخش المستشفى تشككك جدا جدا طب النصه كمان طبعا سورثروت ده اللي الواحد حيروح بيه للطبيب عشان كاما تستهونوش بسورثروت طب امتى اقترعب من السورثروت رعب لما يكونش فيه باس يعني واحد عنده تونسولايتس وداوت باس يلعبني لان ما عندوش السليمة السليمة اللي تعمل هذا الباس يبقى سورثروت وداوت فورميشن باس هاو الارجانيزم اما انا اسألك سؤالك ده مين اسفل واحد في الدنيا مين الواحد اللي ما تحطوش في مجموعتك خالص مين الواحد اللي ما تعرفوش الانتهازي الانتهازي ما يتحركش الا في ضعف ينتهز الفورس في ميكروبات انتهازية هي عايشة معاك في زورك عايشة معاك تنتهز فرصة الاكيوت لوكيميا وتهاجم التشوز يبقى عندي سورثروت وداوت فورميشن اوف باس دي المميزة له ده انفكشن اللي موني خطيرة جدا 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 وقلت ممكن يحصل فيه انفكشن فده الحاجات المهمة جدا طيب ده الانفكشن طب انفلتريشن الجسمه كله اول انفلتريشن في البومر اول انفلتريشن في البومر ينسى في البومر ينسى في البليتلت وينسى في الريد سيلز يبقى الجان جايلك بانيميا وتسرمو سيتوبيد اقول لك عشان انامك بينزف لانه سرمو سيتوبيد عنده بليدين جامس سهل جدا يعني يعمل بايده كده يعني ده جامس بليدس انتتش لو لمس لو لمس الجامس تنزف بيربوريك ايرابشن تحت الاسكن اي نزيف ديه سرمو سيتوبيد طب ايه اللي يزود النزيف اللي يخليه اعنف من الاول انفلتريشن اوف ديليفر بالتدير ان ناخد بقيت مشكلة كبيرة يبقى انفكشن وانفلتريشن انفلتريشن فين في البون مارو عملي انيميا ماهو ملقى خلاص هو عنده لوكيميا عمل انيمي وثرمبو سيتوبيني مهم انفلتريشن في البون مارو بيكبره بس مش قوي بيكبره بس مش قوي يعني البون مارو البون مارو يدوبك اتنين تلاتة فينجر بتاع توكوستو المارجن في يا دوبك فبيكبره بالانفلتريشن طب سؤال بقى ساعة نسأله كده للطلب طب اشو لقيت سبلين كبير والمنظر منظر اكيوت لوكيم طبع نفس unsur لاحتمال الثالث أن ان حصل ريبلسمنت وفيبروزيس 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 يكبر المحاضرة اللي فاتت مغيلو فيبروزيس بتكبر السبلين عشان هو اللي يعمل الاربسيس والويتسيدزو بلاكت دول الاحتمالات بتاع واحد سبلين كبير لكن هو اكيد لوكين فدايما دي خليبا انفلتريشن سين اس مهم طبعا اخطر احنا قلنا العين ده بليدر بليدن غمس بستاكسيس بلينا جي اي جي اي تي بليدن اخطر بليدن عنده انتراكيرينيال بليدن نروش حالي الانتراكيرينيال بليدن خطير جدا جدا يعني فممكن يكون يسين اس انتراكيرينيال بليدن او كونفولجن بس او يكون ناتيكت الدراكس الناس دولي الساعات يبعندهم هايكوناتريمية شديدة فيجي لهم كونفولجن نتيجة الكتورلايت فلما يجينك واحد بسيء الليوكيميا وسيء الناس مانفستيشن حدد بسرعة هتحدد بكل الانفستيشن تعملها اللي هو انتراكيرينيال بليدن او لا عشان يبتدي امشي صح انفكشن وانفلتريشن انفلتريشن اي حتة في الجسر طبعا اخطر انفلتريشن في البونمر طبعا ماهو ده انفلتريتت اللي فاتت بعنده بايسنتوبين بانسايتوبين مش زي البانسايتوبين يعني ممكن احد الكومبليكيشن اوف الليوكيميا في البونمر ميلوفايبروز ميلوفايبروز قصة تانية خالص كلمنا عليها الحصة اللي فاتت اللي الكيميا مقدرش شخاصة اكلينيكيا فقط مقدرش لازم انفلتريشن ممنوع تشخيص الكيميا مقدرش واحد عني في العيادة امه جايبا او لا ابنك عنده الكيميا مقدرش اقول الكلمة لازم حيروح المعمل وهو حيقول لي على الاقل يقول لي نوع الكيميا ايه فاول حاجة بنعملها البلاد بيكتشر البلاد بيكتشر اللي يكلığımız انوميية الانيمية اسكنستنت مفيش حاجة اسمها اسمها الليوكيميا والهموجلبن طبيعي مفيش حاجة اسمها كده انيمية اسكنسasiوابية ربدي اشم يبل عن نطبية ان pc النابل 8 9 7 في الحدود دي البلتكلي الكونت يب spezie عن واحد ما اسمها الكيميا من غير سالميسايتوبين مفيش حاجة اسمها كده انا بكلم على المعظم يعني مثلا البليت كاونت اللي هو تعال على الوايد كاونت بقى تقول دي طب هو عالي قولت لتلتة احتمالات العالي ده العادي ودايما عالي واقل من مئة ألف يعني بيبقى ثمانين ألف سبعين ألف بيقل من مئة ألف لكن ممكن جدا جدا يبقى نورمال بص ابشع بقى ممكن يبقى صب نورمال صب لو كيميك لوكين يبقى العادي او المستقبل في الأكيوت لوكيميا من الوايد كاونت يبقى عالي تحت مئة ألف ممكن يبقى نورمال ألو كيميك او تحت النمى صب لو كيميك تبقى تماش تخصه ازاي البلاس سيلز يعني الديفرينشال كاونت هو اللي هيقول لي ده لوكيميا البلاس سيلز سواء لو كان عالي او نورمال او واطي سواء كان عالي يبقى الديفرينشال كاونت مش بالتوتال كاونت بلاس سيلز وحسب نوع البلاس سيل حتطلع اللوكيمي لو كانت البلاست للمفو بلاس ستبقى مونو بلاس بلاس أو باتفات ومأييل البلاس بيثمأيلي البلاس بيعال متوبلاس انه ميبقاش في بلاس سيلز في فيبقى غالبا بنشخص في الحالات الصعبة اللي احنا عايزين نشخص بياه بنعمل بون مارو بيبقى فول بلاس سيلز بون مارو واحد حيسألني برضو سؤال هل التفرقة بين الليفو بلاس والميلو بلاس والمونو بلاس في اول محاضرة قلتها سهلة وتقول لا مش سهلة دقا ساعات توصل لايميونو فينو تايبنج عشان تعرف ده وجينز نعرفها ده ايه جرانيولز في السيلز والنوع السابغة اللي بتاخدها السيل وحجم السيل وشكلها ومع ذلك ممكن نغلق فالحاجات اللي انا قلتها دي تفرق بين انواع البلاس سيلز كلها ايه طبعا التريتمينت سبورتف ترابي انتي باوتك محترم مهدورش بون مارو مهم جدا اي حاجة واني دي الكيمو ترابي اللي هو مش شغلتك ده واحد لازم يروح مستشفى وايزوليش لانه هو ادل الكيمو صحة الاكذولو كيميا شوف تو بقى سهل ازاي احنا قلنا ان احنا مش هنعلك أكيوثو كيميا لك نعر علينا ان احنا منشخص أكيو لوكيميا طب تحبطني معا هي تخيلوا مرض ليوكي ليجي بالك ليوكي ليجي بالك روماتيك فيفر والله العظيم شبه لأكيد لوكيميا بوني بينس هو الود لانه صغير مش هيقول مفصلي هيقول عظمي عنده بوني بينس واللوكيميا فيها بوني بينس بلور عنيف جدا جدا وعنده صرصو روت هنتكلم في الكارديولوجي مع علاقة الصرصو روت بالروماتيك فيفر فحايل أخبطه شوي لكن الاساس عين الحيموليتك أنيميا ممكن جدا جدا لأخبطه مع أكيوتوكيميا عين الثرونلو سايتوبيني العنيفة العنيف ممكن جدا لأخبطني مع أكيوتوكيميا عجيئان الأجرانيو سايتوزيس واحد خد دواء قوزت له الوائد سيلز عجي له صرصو روت وممكن ينزف ويبقى دون الديفرينشار ينزل أكيوتوكيميا فده نخليه بالله عشان ما ننهلطش في تشريس هنخش على كورونيك لوكيميا لدينا نوعين من كورونيك لوكيميا كورونيك ميلو سيتك تقول لي انت ليه بتحزق في سيتك دي قولك دي سايت سيل مش بلاست البلاست سيل ده أكيوت يبقى ميلو بلاست بقيت أكيوت لوكيميا لأنها بلاست سيل إنما دي سايت كبيرا متيور يبقى ميلو سيتك ولمفو سيتك لوكيميا تقول لي اثنين الكبار اللي إحنا بنعملهم في الكورونيك لوكيميا اللي مفروض تعرفه نبدأ بكورونيك ميلو سيتك لوكيميا الايج مش كده خالص اكونا بنقول الايج في الأكيوت سن صغيرة 15-18-7-8 في الحدود دي ده 35-45 يبقى الجوش مختلف المغاربة في الكورونيك ميليوستيك الكليكيمياء هي سبلينو ميجالي عنده بلغة عنده موني بلغة عنده موني بلغة يبقى زي الاخوت بس على مية عنده بلغة عنده بلغة زي الأكودو الزبط بس لكن الكاركترستيك فيتشور فيه سبلين كروسينج سبلين كروسينج سبلين كروسينج سبلين كبير محترم هو ده الكاركترستيكي ما يجيلي راجل بسبلين كبير سنه ثلاثين خمسة وثلاثين أربعين خمسة أربعين من ضمن الديفرينشال دياغنوز اللي حيبقى في مخي حيبقى لو عنده زعنيفة لو بينزف يبقى أنا قريب أو اللوكيميا عن البلهارسة أو المالاري والميلوفايموس ده الميل بريزنتيشن تعالى بقى في الانفتيجيشن عشان الديفرينشال دياغنوز من إيه؟ من حكتين؟ يا إما البلاد بيكتشر حتلق بطني يا إما إكلينيكيان حي لخبطني مش حي لخبطني إطلاقا إكلينيكيان إلا مواحد عنده سبلين يبقى بقى بقى عدى الميتة ألف متين وخمسين ألف تلتمية وخمسين ألف عدى إحنا قلنا اللوكيميا أخرنا تقريبا ميتة ألف وكلها بلاس سيلس ده سايد سيلس ميلو سايدس وعدى الميتة ألف متين ألف تقريبا تمام؟ تقول خلاص بقيت سهلة جدا أقول لك يا ريت يا ريت كان يبقى الطب سهل لو دي سهلة بقى الطب سهل يبقى البلاد بيكتشر الوايسر كاونت عالي جدا جدا والهيموجلومين واطي شوية أنيميا والبلكلت واطي شوية ثروموسايتوبيمي إيه اللي نخبطني الوقتي في واحد دبانة وقفت على وشه إيه الطبيع اللي يعمله كده خلاص دبانة وقفت على وشه بيعمل كده طب لو جبت خشبة ورحت خابط فيها نفسي مش يبقى مجنون عشان دبانة البون ماروس عادي تهبل يلاقي انفاكشن هو وظفته ان الوايد سيلز اشتغل لما يلاقي انفاكشن يشتغل بهبل بدل ما يطلعلك اول احنا اخيرنا 11000 في اللوكوسايتوزيس بيبقى 14 اللي عنده زايدة 14000 لكن مش 200000 ممكن جدا ده اسمه لكوموايد راكشن لكوموايد راكشن لكوموايد راكشن لكوموايد راكشن لكوموايد راكشن اللوكوموايد راكشن بقى صعبة انما لما لاقي هيموغلوب عالي ده اللي تجلي وراه لان لو كان لوكيميا كان وطل هيموغلوب ده اللي تجلي وراه كيف تشخص لكوموايد راكشن هي اللوكيميا خلية طبيعية او غير طبيعية غير طبيعية اللوكوموايد خلية طبيعية بقى محتوات دي ابنورمال ومحتوات دي اختار العلماء من هذه المحتوات القيام بها اختار عن القيام وقته sangre اخطار اختار العلماء من هذه المحتويات الكل آيمت فوسفتيت نمرة اثنين في كروموسوم معين اكتشف في ولاية فلادلفيا اسمه فلادلفيا كروموسوم ده بتاع اللوكيميا يعني يلاقوا المرضى عشان كده في الاتيورجو في اللوكيميا واحد قال ده جينيتك ده هو مولود حقيق اللوكيميا هو الرجل ده على الحق لان في بعض انواع اللوكيميا اللوكيميا كروموسوم ابنورم لان مولود كده ده اسمه فلادلفيا كروموسوم كروموسوم رقمتين وعشرين في ديليشن او ديليشن او دالونج ارب معطوح فده لو لقيته خلص ميت لوكيميا مية في المية لو نورمال هنا بقى انحاقه في حزبي لماذا لان خمسة وسبعين في المية من مرضى اللوكيميا هم اللي عندهم فلادلفيا بوستفى فلادلفيا بوستفى يعني ابنورم الكروموسوم وخمسة وعشرين في المية عندهم فلادلفيا نيجاتف فالفلادلفيا لو طلع بوستفى بقت لوكيميا طلع نيجاتف لسه انا في محتار اللوكيميا بالفلادلفيا بوستفى نيجاتف طيب تخيلوا بقى ان البروجنوزز بتوع الفلادلفيا نيجاتف اسوأ من البوستفى اسوأ يعني اللي عنده فلادلفيا نيجاتف عنده ونورمال كروموسوم ده او وحش عن الفلادلفيا بوستفى كروموسوم حتة كده من مخي طبعا لنهاش علاقة بالعلم اللي ربنا موضب له لوكيميا يعيش يبقى عنده بوستفى بوستفى احسن اللي جات له من غير ما هو متوضم ما هيعيش عشان ده نيجاتف مش مش مستعد ده مش علم ده كده ايه عشان تحفظ بيها يعني يبقى كيف تشخص اللوكومويد راكشن انه نلاقي فلادلفيا نيجاتف طبعا وده ما ينفيش انه لوكيميا وانه نلاقي الالكالين فوسفاتيز يبقى امائي كلينيكيا معمليا انه نشوف اللوكومويد راكشن ولا لوكيميا هنعمل بو مارو نحن فيش اي مشكلة خالص اعمل بو مارو هتلاقي انفلتريتت با مييلو سايدس كتير جدا التريتمنت سهل جدا جدا ان احنا هندي سابورتر ثرابي والدراج المسؤول عن الميروسيتك لوكيميا مايدران كورانيك لمفاتيوكيميا كنت دايما نسأل اسئلة في الشافوي كده اقول له لو تمنيت لوكيميا تتمنى ايه يقوم العيالة تبالب كده تبالب مش عايز يجيلي لوكيميا ايوة سين فيعد الشرع عنك وكل اللي انت عايزه نعمل بس انا عايز اعرف علميا انت عارفه لها لو تمنيت لوكيميا تتمنى كورانيك لينفوسيتك لوكيميا لسببين السبب الاول بتيجي في سرن كبير جدا ايه وممكن تسيبها 15 سنة من غير علاهك من غير علاهك عايز تكون دكتر من 80 انت حر بقا انت حر فيبقى ده ده بست بروكيميا مع عدة واحدة هتكلم عليه يبقى الكورانيك لمفاتيوكيميا حتى الايتيولوج بتاحها لطيف جدا اعرفه يقولك ده ايه جيت انفوسيت يعني ايه يجد للفصائد؟ دلوقتي احنا في مصر ايه مشكلتنا في المرور؟ عدد العربيات فضيع فضيع يعني عندنا عدد عربيات دلوقتي في رعاتي ليه؟ العربية موديل 45 لسه ماشي والله العظيم او روحت الاريال هتلاقي موديل شيفرو ليه 45 بين الناس وموديل 46 يعني انا سامة 45 كان عندي عربية مرمتهاش بعتها واللي خدها وربنا فتعليه بعتها بحة بحة لحده ما قسيت 2000 2020 موجودة فتكدس ده الكورنان في المفات الخلقين تكدس للليمفوسايتس القتيمة اجد ليمفوسايتس يبقى الليمفوسايتس ما بتموتش يعنيه نرمي في الشارع نرمي في الشارع فبقت زي المروف في القاهرة عدد كبير جدا في الدم ليمفوسايتس او مش مرض خطير قوي يعني ممكن الاقي عنده ليمفونز اي لوكيميا فيها ليمفونز اي لوكيميا الاخيوت لوكيميا فيها شوية ليمفونز غيرة انفلتراشن الميلويد فيها شوية لينفينوت صغيرة انفلتريشن الليمفاتيك شوية لينفينوت بس مش لينفومة تكير ده مش لينفومة ده لينفاتيك لوكينيا ألاقي شوية لينفينوت كبير كده انفلتريشن الكلينيك الميفسيشن ممكن جدا صدفة ممكن جدا 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 صدفة الصدفة ان انا بعمل بلاد بيكشور الاقي الوايد سيل كاونت مية وعشرين الف وسبعين في المية منهم لينفوسايتس خلص بقيت الكورونيك سي ال ال كورونيك لينفاتيك لوكين والراجل مش دالي ليه لان هي مرض حنية ما يعملش حاجة طب بقى شارس بقيت بلاستيك رايسس لو لقيت لينفو بلاست بقيت بلاستيك رايسس وعى المستشفى وحياخده عليها كل الكورونيك لينفاتيك لوكينيا فيريبين هايد ما عدا نوعا بنلاقي الخلية لها سايتو بلازميك بروسيس زي الشعر سايتو بلازميك بروس بروس طلع من ايه من جدار خد ايه اسمها هيري سيلوكيميا الهيري سيلوكيميا خطر وفي بعض الكتب تعالج بسبيلينكتومي عشان نقلل المالك ننسي الماس فبعض الكتب بنعالجها بسبيلينكتومي لكن تاخد عليها كيموسيروبي زي زي ايه لوكيميا لانها باد طايب اوف لوكيميا اللي هي الهيري سيلوكيميا هايد الميلويد ودي اللي فاتك وسهلة جدا انتم رح تقراهم حتلاقي مافيش اي مشكلة فيهم عنده انفكشن طبعه طبعه ممكن يجيه انفكشن وانفلتريشن وكل حاجة هناخد بقى مرض جميل النادر لكن المهم ميلوماتوز ملتوبول ميلومو هو العنوان ايه العنوان بلازما سيل ديسكريسي بلازما سيل ديسكريسي جنون البلازما سيل جنون البلازما سيل في حاجتين عددا او وظيفته عددا او وظيفته عددا اسمها بلازما سيلوكيمي عددا اسمها بلازما سيلوكيمي وظيفة اسمها مالتوبول ميلوم تمام チャンネル800 عددا تبقى اوظيفة سليما قطعا لا قطعا لا لا ما الصنع بطلع كتير هي وظيفة البلازما someone vuriam تطلع امينو جلوبلين كلها تطلع امينو جلوبلين فاتك جنن وتروح مطلع امينو جلوبلين واحد عالي جدا جدا يعمل مشاكل ايه مشكلة الميلومة ايه المشكلة فيها انفلتريشن بلازم اسالة انفلتريت الجسم كله انفكشن هاي بار فيسكوزتي لماذا عشان البارا بروتينز البارا بروتينز اللي طلعت بتزود الفيسكوزتي في البلاد يبقى عندنا مشاكل كتيرة جدا مشكلة متابوليزم يورج اسد عالي جدا مشكلة كدني لان المالتو ميلومة انفلتريت الكدني ممكن اليوريوكورتيني يعلم فيبقى هو مرض مالتي سيستم من ايه من البرابروتين بلازم سيل لوكيميا هل تفرق عن المالتو ميلومة is very 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 difficult فاكبر المراكز فاوروبا وفا امريكا صعب جدا عين تفرقه بين واحد بلازم سيل لوكيميا وبين مالتو ميلومة الاثنين جنون بلازم سيل اللوكيميا عددا والميلومة شغلا تقول لي طيب الكلينيكال بيكشور اقول لك الاج كبير شوية 45-50 ميل زي في ميل انفلتريشن اف ذا بوني بينز عنيفة جدا جدا يعني تلاقي العيانة او العيان جاي بقى الام في العظم الشديدة جدا مش بس كده بصوالوجيكال فراكشور بصوالوجيكال فراكشور يعني بصوالوجيكال فراكشور يعني فراكشور إنتيوز باي مينور تروما يعني اما ايدي تخبط في الكرسي كده يعني ايه المشكلة طب تتكسر لو ايدي كسرت من خبط الكرسي بقى نازل على الرصيف تعيشين صمتي رجلي كسرت بقى التروما اللي بتعملش فراكشور بمئة ده من العيج بتعمل في العيج فهذا عنده بسط وش بس كده الملطب ميلوما وتاخد الكيدني يبقى ما اجا اقول لك الكيدني بتتاخد ليه في الملطب ميلوما تقول لي واحد انفلتريشن باي بلازما سالس اتنين 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 برافو عليك تقول لي انها تقتل هايبريورسيمي وعنده هايبريورسيمي عالي جدا يقولك برافو عليك تقول لي هايبركالسيمي بقوزة الكيدني اقول له برافو عليك او انفكشن يبقى الكيدني بتتاخد في الميلوما بخمس طرق ياما انفلترايشن يعاما انفكشن ياما اما ميلو دوسيس ياما هيبركالسيميا او هيبريورسيميا دول يكلوا الكيدني لما اجي بصع CNS انا شفت اكثر من مريض والله جايين شايلين ونعتبر الامور عادية في الاول يسمت انه ميلومة وهو كسر لانه ميلومة فده CNS مالفستيشن بداعيه في سبلين في ليفر انفلتريشن هيكبره 2-3 سنطيب لكن ده الاساس عنده انيميا ياس طبعا بلازما سيلبت انفلتريت البولمانو عنده سروم مزايتوينيا ياس طبعا فيبقى هو تبع زي اللوكيميا بس ما هو اشكد طب ما البلازما سيلبت طلع ايه بارابروتين يختار اي جي او اي جي ام اي حد بس في شرط واحد بس واحد بس انا بتقول لي مثلا واحد عنده روماطايد اقول لك لا تا عنده مور دانوان ايميلوغلوبنت انه مدهة طب يا لما نسميها هنسميها مونوكلونل واحد جاموباثي يعني اما بعت الدم يعمل بلازما بروتين الالكتروفوريسيس يرد علي المعمل يقول عني ده مونوكلونل جاموباثي واحد بس مجلوكلونل بيك طالع زي الخزوب كده في الرسمة اللي ترسم الرسم ترسم هارم وهارم وهارم ثلاثة الالبومين وغلوبيلين وفايبر هنج وغلوبيلين حتى لوكيتر كله يكتر انما الاقي واحد بس كبير هو ده مونوكلونل جاموباثي ده التشخيص البول في حاجة يس طبعا بنججونسو بروتين ما هو بنججونسو بروتين الاميرو بروتين لها التوت ارمسكات يتفسه عن بعض والشورت ارم ينزل في البول ده اسمه بنججونسو بروتين بيجمد عند ستين ويفك تاني عند تمانين درجة مقاوية فلما سخن البول ألاقي يتعكر ثم فك ناتا يشخص كويس جدا وان اعمل بون مارو اشوف البلازما سيلس شكلها ايه هنلاقي ان البون مارو انفلتريتد بودة البلازما سيلس اهم حاجة يا ولاد في التشخيص هو المونوكلونالجاموباثي مونوكلونالجاموباثي واضح انما اعمل بلازما بروتين اليكتروفوريسيز يطلع بهذا المنظر العجيب وده بيشخص سهل جدا طبعا فيه ادوية كتيرة للميلومة سببورتف سيرابي بلاترانسفلوشان انتيباوتكس نصلح الكسر اي حاجة ونعالجه بالميلفلان اللي هو فيه كذا دراج يعني ده احد الادوية اللي احنا بنستخدمها يبقى احنا عارفنا يعني ايه اكيوت لوكيميا انوحة ايه كيف تشخصها ايه يعني ايه كورونيك لوكيميا انوحة ايه كيف الشخص المعيول لوكيميا طيف الشخص الليمفاتيك لوكيميا وعرفنا مرض خفيف كده على الماشي اسمه ملتبل ميلومة لهو جنون البلازما سيل او بلازما سيل ديسكريزيا وقلنا ان التفرقة بينه وبين البلازما سيل اللوكيميا تفرقة صعبة جدا جدا اما اش عايزك وانوحة ماشي تنسى الفرق من الليكومويدر اكشن والكورونيك ماردوثي مش عايزك تنسى الفرق اللي احنا قلنا ده وان شاء الله نلتقي محاضرة جاية في الكارديولوجي بإذن الله واستعدوا بقى لكارديولوجي وما أدرك